ولما جاءه الطفيل بن عمر وكانت دوس قد أبت عليه يعني امتنعت أن تدخل في الإسلام فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن دوسا أبت علي فادعوا الله عليهم فرفع يريه قال اللهم اهدي دوسا حريص صلى الله عليه وسلم على هداية ما قال اللهم أهلك دوسا لا اللهم اهدي دوسا ولما أصيب صلى الله عليه وسلم في أحد شق وجهه وكسرت ربعيته وسال الدم عليه صلى الله عليه وسلم كان يمسح الدم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون صلوات ربي وسلامه هذا هو الحرس وينبغي علينا نحن معاشر الدعاة أو من ننتسب إلى الدعوة أن نكون حريصين على هداية الناس ليس مجرد بلاغ لا حريصين محبة هدايتهم أن نحب هدايتهم لا مجرد أن نبلغ فقط لا وإنما أن نحرص أشد الحرص وهذا يولد عندنا أننا نختار الوقت المناسب الكلام المناسب الشخص المناسب وهكذا في الدعوة يا الله تبارك وتعالى لا مجرد بلغت وعساهم بجهنم لا ليس الأمر كذلك بل بلغت وأسأل الله أن يهديهم ندعو لهم في ظهر الغيب بالهداية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم ترجمة نانسي قنقر